السلام عليكم وأهلا بكم الصين طلبت من إيران إن هي تؤمر الحوثي في اليمن إنه يعتدي على المملكة العربية السعودية وهو ده سر الاعتداء الحوثي الأخير اللي أدى لمقتل ضابط وصف ضابط من البحرين نحتسبهم عند الله وشهداء إن شاء الله والأهم إن الاعتداءات القادمة حتكون أشد وأكبر وأخطر دي المعلومات اللي بيتم تدولها مع تحليلات خطيرة جدا بتقول إن الصين باعتبرها متضررة ما بين قسين من الممر التجاري الهندي الأوروبي واللي السعودية جزء أساسي منه فأوعزت الصين لإيران لتحريك الحوثي في اليمن ضد المملكة العربية السعودية ده على الاعتبار وخدوا بالكم من الكلمة دي ده على الاعتبار إن السعودية دمرت الممر الاقتصاد الصيني لصالح الهندي يعني السعودية ثابت الصين واستبدلتها بالهند بحسب التحليلات اللي قالت إن السعودية رجعت للتحالف مع أمريكا ضد الصين الكلام ده خطير جدا ولازم نوقف عنده كتير فقال فعلا ممكن الصين تكون وراء الاعتداء الحوثي الأخير على المملكة العربية السعودية لإن السعودية ثابت الصين ورجعت تتحالف مع أمريكا من خلال الهند ده طبعا على أساس الكلام المتداول إن الصين متضررة وعلى أساس إن الممر الهندي ده ضرب ودمر الممر الاقتصاد الصيني اللي اسمه الحزام والطريقة طيب تعالوا من فضلكم نفهم الحكاية دي والكلام ده كله بشيء من التأمل والتحليل من أولها تعالوا نجاوب على السؤال اللي بيقول هل الممر التجاري الهندي بيضمر؟ من أولها تعالوا نجاوب على السؤال اللي بيقول هل الممر التجاري الهندي بيضمر الممر الصيني؟ وخدوا بالكم من كلمة بيضمر دي لأنه بيتم تدولها بطريقة اسمهولي أقول إن هي غشيمة حبتي وده في سبيل إثبات نظرية بتقول إن الممر الهندي اللي لسه متعملش هو اللي خل الصين تعتدي على السعودية من كلال إيران والحوتيين المشكلة إن اللي بيتبنوا النظرية دي ولا عندهم فكرة عن الاقتصاد ولا الجهرافيا ولا العلاقات السياسية ولا حتى عن طبيعة الممر الهندي اللي هم بيتكلموا عليه يا جماعة الصين صدراتها السنوية بدخل على 4 تريليون دولار في السنة الوحدة واردتها بتتجاوز 3 تريليون دولار واردين بالكم من حجم الأرقام دي يا جماعة شايفين حجم التجارة الصينية قد إيه؟ طيب الهند بقى حجم صدراتها واردتها كان في السنة الهند متوقع السنة دي يعني إن صدراتها توصل لـ 770 مليار وهو على فكرة أقل من اللي كانوا بيستهدفوه اللي هو 900 مليار انتوا واخدين بالكم من الفرق ما بين الصين والهند في حجم التجارة قد إيه؟ طيب ليه أنا بقولي الأرقام دي؟ بقولها علشان الناس اللي بتهبدوا بتحط نفسها على إنها عارفة مصلحة السعودية أكتر من القيادة السعودية ذات نفسها يعني إزاي ممكن حد يتصوق إنه المملكة العربية السعودية حتفضل الهند على الصين بغرم من الأرقام اللي سمعتوها من شوية الكارثة هي إنهم بيجزموا إن الممر الهندي حيدمر الاقتصاد الصيني بغرم من الفرق الشاسع ما بين البلدين وبغرم إن الخط الهندي لا يستطيع بأي حل من الأحوال نقل حمولة باخرة واحدة عملاقة في يوم واحد يعني أقصى حمولة ممكن يتم نقلها على الخط الحديد المقترح هي نصف حمولة باخرة عملاقة يوميا وده محتاج بنية تحتية جبارة وعدد قطارات مهول الكارثة الأكبر إنهم بيفترضوا إن المملكة العربية السعودية بتفضل الهند على الصين برضو بغرم الفرق الواضح ما بين الأرقام اللي قلناها ده وبالتالي قرروا بحسب أجندتهم وأيدولوجيتهم اللي هنتكلم عنها بعد شوية قرروا إن السعودية أعلنت الحرب على الصين واستبدلتها بالهند علشان خاطر عيون الأمريكان وعلى سيرة الأمريكان هنا بقى بتظهر لنا الأجندة بتاعة أصحاب الفكرة دي واللي بيحاولوا إن هم يغزوها مع كل الاحترام للأشخاص طبعا ولكن إحنا بنائش فكرة أصحاب الفكرة دي ولأنهم بحسب رأي من الشريحة اللي للأسف لسه منتشرة في العالم العربي واللي هم بيثقوا في الأمريكان وبيعشقوهم وبيتمنوا إن الدول العربية تكون تبع الأمريكا وتصالح من تصالحها وتعادي من تعاديها وده لأنهم موهمين بالقوة وبالديموقراطية الأمريكية ووهمهم ده خلاهم يظنوا بحسب أمنياتهم إن المملكة العربية السعودية قررت إن هي تعادي الصين وتدمر وخدوا بالكم كمان مرة من كلمة تدمر دي قررت إن هي تدمر الممر التجاري الصيني من خلال ممر تجاري هندي ده بغرم من الأرقام والواقع والمنطق اللي بيثبت إن الممر الهندي لا يمكن بأي حال من الأحوال إنه يكون ند حقيقي للممر الصيني وعلى سيرة الممر الصيني اللي هو الحزام والطريقة فالسعودية ذات نفسها معنية بالممر الصيني وفي اتفاقيات ما بين السعودية والصين بالخصوص ده والممر الهندي اللي أرجع وأقول لحضراتكم إنه لا يمكن بلغة الأرقام إنه يكون مدمر للممر الصيني بحسب المصطلح اللي هم بيستعملوا الممر الهندي ده لسه ما تدقش فيه مصمر واحد أصلي ومع ذلك أصحاب نظرية إن الاعتداء الحوتي الأخير وراه الصين أصحاب النظرية دي مصرين إن الممر الهندي ده دمر الممر الصيني خلاص طب هو لسه اشتغل عشان يدمروا أصلا كلام خالي من المنطق بصراحة وبعدين هو إيه اللي يمنع إن المملكة العربية السعودية تكون شريكة في الطريق الصيني وتكون شريكة برضو في الممر الهندي ما هو ما فيش أي تعارض ما بين الاتنين ولا ده حيدرب ده ولا ده حيدرب ده ده بيسهل لنفسه طرق تجارة وده بيسهل لنفسه طرق تجارة مش ضد بعض يعني مش قفلين على بعض وخلوا بالكم من حاجة مهمة من المؤكد إن الولايات المتحدة الأمريكية بتسعى للإدرار بالصين بأي شكل وإن الممر الهندي يعتبر من الأدوات المستخدمة في الموضوع ده ولكن مشاركة السعودية فيه عاملة شيء من الاستغرب يعني ليه السعودية تشارك في حاجة الهدف منها الإدرار بالصين ده لو فرضنا إن هي بتدرج الصين أصلا الإجابة على السؤال ده بمنتهى البساطة ولو حضراتكم بسيطوا للخريطة حتلاقوا إن الممر الهندي الأوروبي ده له بدايل كتير يعني ببساطة ممكن مثلا إن يربط الهند بأوروبا من خلال العراق وتركيا وبالتالي مشاركة المملكة العربية السعودية فيه جاية من باب المصلحة للسعودية وأنا زي ما قلت لحضراتكم سابقا السعودية معنية بالممر الهندي زي ما هي معنية بالممر الصيني تماما لإن كلاهما بحقق لها هي مصلحة ولكن قصة إن الممر الهندي هو بديل للممر الصيني فده لا يستقيم مع منطق المصلحة ومستحيل إن السعودية أخدت المسألة بالشكل ده ده غير إن السعودية نجحت في سياسة توازن التحالفات فمش من المعقول إنها تتخلى عن السياسة دي خصوصا بعد ما أثبتت إن هي سياسة مجدية معلش يا جماعة هندي مين اللي هتتساوى مع الصين المسألة بالمنطق وبناءا عليه إزاي حد ممكن يتصور إن الصين اللي بتعول على المملكة العربية السعودية في ملفات كتير إزاي حد يتصور إن الصين دي تقل عقلها للدرجة دي وتوعز لإيران إن هي تهاجم السعودية عن طريق الحوثيين في اليمن علشان ممر هندي لسه ما تمش إنشاؤه أصلا طيب في حاجة هنا مهمة برضو وسبق وتكلمت عنها بخصوص هجوم الحوثي الأخير دلوقتي السادة اللي ربطوا الهجوم الحوثي بالممر الهندي اللي لسه ما تعملش ليه ما ربطوش الهجوم الحوثي بتصريحات الأمير محمد بن سلمان في لقاءه الأخير مع قناة فوكس نيوز الأمير محمد بن سلمان أظهر في اللقاء لغة تهديد وتحدي واضحة الإيران علشان كده فرأيي إن الهجوم الأخير ده هو ردة فعل إيرانية على تصريحاته والمفاجأة هنا إن الأمير محمد بن سلمان ذات نفسه قال في نفس اللقاء إنه محدش له مصلحة في نهيار الصين وإن العالم حينهار لو نهارت الصين طيب اللي بيقولي الكلام ده وقدام الأمريكان هل من المنطق إنه حد يفكر إنه بيصطف مع الأمريكان ضد الصينيين من خلال ممر هندي أوروبي لسه ما تدقش فيه مصمرة واحد لا وكمان يشتحوا بخيالهم ويربطوا الموضوع كله بهجوم الحوثيين الأخير اللي استشهد فيه الضباط البحرينيين المنطق بينتحر يا جماعة بالمختصر نقدر نقول إنه الهجوم الحوثي الأخير هو ردة فعل إيرانية على تصريحات الأمير محمد بن سلمان لقناة فوكس نيوز وملوش علاقة بالصين والعلاقات السعودية الصينية أمتا مما تتوقعوا وخضوها مني قولا وحدا وحتشهد العلاقات ما بينهم نموا أكبر والأيام حتثبت لكم ده لأن العلاقات ما بين الدول للأسف لا يتم إخضاعها للتحليلات الشخصية بما يتوافق معها وأصحابها فبتكون النتيجة مع كامل احترامي نتيجة هزلية بالمعنى الحرفي وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته